ان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن انواع واسباب علاج الكحة عند الاطفال تعتبر الكحة والسعال احد اكثر الاعراض شيوعا للامراض الاطفال وعلى الرقم من ان الكحة يمكن ان تجعل الطفل يبدو في حالة صحية سيئة وتجعله يصدر صوتا عاليا مقارنة بجسمه الصقير الا انه ليست علامة على وجود مرض خطير او حالة صحية خطيرة في العادة في الحقيقة الامر تعتبر الكحة ردة فعل صحية وهامة وتساعد على حماية المجاري الهوائية في الحالق والصدر لكن في بعض الاحيان قد تستدعي حالة الكحة عند الاطفال القيام بزيارة الطبيب ان معرفة ما هي الاسباب الشائعة للكحة عند الاطفال او انواعها او طرق علاج الكحة عند الاطفال الممكن تجربتها في المنزل قد يساعدك في معرفة كيفية العناية بها ايضا والتعامل معها وعلاجها ومساعدة طفلك على تحملها وايضا معرفة متى ينبقي الذهاب الى الطبيب من اجل تلقي علاج الكحة عند الاطفال الى هنا انتهى الدرس كنا معكم الباحث خالد من السعود الحليبي وان شاء الله نشوفكم في درس قادم اشتركوا في القناة